اشتركوا في القناة الى ان الاجتماع اكد في برنامجه على دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة المتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس وان منظمة التحرير هي بيت الشرعية الفلسطيني وبيت كل فلسطيني وان الرئيس هو قائد هذه الشرعية جزء من عملية الخنق السياسي والمعنوي يتم جر بعض الدول العربية بان تنفرد دون تنسيق او حوار معنا ومع باقي الدول العربية بكبول ان يكونوا جزءا من مخططات التطبيع ومخططات الترويج للخطط الامريكية والاسرائيلية سواء ان اخذ هذا الامر شكل استضافة ورش عمل ومؤتمرات تبحث قضية فلسطين دون تنسيق مع الفلسطينيين وممثلهم الشرع الوحيد او شكل تبادل زيارات مفاجئة او شكل اتفاقيات تطبيع وسلام منفرد مفاجئة ومستعجلة ايها الاخوة ايها الاخوات سنواصل ومعنا احرار العالم وشعوبها الحرة سنواصل مسيرة التحرير والاستقلال والبناء الوطني يد تقاوم وفي قطاع غزة نظمة القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية مسيرة تنديدا باتفاق تطبيع الاماراتي الاسرائيلي ورفع المشاركون في المسيرة العالم الفلسطيني ولافتات تندد بالتطبيع وتؤكد تمسك بالحق او بالحقوق والثوابت الفلسطينية ودعى ممثل القوى السياسية الفلسطينية دولة الامارات لتراجع عن قرارها قبل فوات الاوان محذرين اي دولة من التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي كما وطالبوا بالاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة الاحتلال وما وصفوها بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعية مباشرة من رمالة دكتور احمد النجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية وعضو لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور احمد مرحبا بك دكتور احمد ما الذي توصلتم اليه في اجتماع الامس وكيف يغير ذلك من حقيقة الوضع في هذه المرحلة صحيح اجتماع الامس كان اجتماع مهم واجتماع من الممكن البناء عليه في المستقبل باتجاه تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية امس حضرت كل الفصائل بما في ذلك حركتي الحماس والجهاد الاسلامي وتنظيمي الجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة وبعد انقطاع لفترة طويلة واحنا منعتقد ان هذا الموضوع وخاصة ما تبلور بالاجتماع امس بالبيان الختامي الذي صدر والذي حدد الحقيقة البرنامج الكفاحي والنضالي المشترك لهذه القوى المبني على اساس مواجهة المشروع الامريكي المسمى صفقة القرن وفي المضمون منه والجوهري هو ضم الاراضي الفلسطينية بالتأكيد كان لخطوة الامارات اللي عبرت عنها بالاعلان السلاسي مع الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل واللي اعتبرها الاجتماع هي ليست خطوة في اتجاه التطبيع فحسب وانما هي ابعد من ذلك لان التطبيع والعلاقات الاسرائيلية الاماراتية منذ زمن طويل وانما هي تعبير عن تشكيل تحالف اقليمي برئاسة الولايات المتحدة الامريكية ومشاركة اسرائيل ليس فقط مع الامارات وانما مع كل الاطراف العربية التي دعمت واعلنت دعمها للاتفاق أو التي تدعم هذا الاتفاق ولم تعلن عن هذا الموقف واضح تماما أن هذا الاتفاق يصب ومبني بالأساس في إطار تمرير المشروع التصوي الامريكي المسمى بخطة ترامب وبالتالي أمس الاجتماع خلص إلى مجموعة من القضايا كما أشرت قبل قليل أكد الاجتماع رفضه وإدانته لخطوة الإمارات العربية وأكد على أن هذه الخطوة يعني غير مقبولة من الشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني لم يؤخول أحدا ولا يحق لأي أحد التحدث باسمه أيا كان ولا التفاوض باسمه ولا التذرع باسمه من أجل إقامة علاقات تطبيع وعلاقات تحالف مع العدو الإسرائيلي الأمر الآخر طيب دكتور أحمد اسمح لي بمقاطعتك أريد أن أسمع منك بشأن تقييمك للهرولة العربية باتجاه التطبيع مع إسرائيل ولكن قبل ذلك أريد أن أسألك عن بعض النقاط المتعلقة بذلك الاجتماع فهذا الاجتماع يعني يعد من الاجتماعات القليلة وربما الأول من النوع الذي تحضر فيه كل هذه الفصائل ويتحدث أو كل هذه الأطراف التي ظلت في صراع لفترة طويلة ويتحدث عن مخرجات موحدة من داخل هذا الاجتماع ما هي الأسس التي ستتخذونها للمواجهة في المرحلة القادمة هل أنتم ملتزمين باتفاقات بعينها هل ملتزمين بمسار معين للتسوية هل اتفاقيات بعينها هل مبادرات بعينها أصبحتم في حل منها أخبرني عن الأسس التي ستتحركون على أساسها خلال المرحلة المقبلة وفقا لهذا الاجتماع نقطة الارتكاز الأساسية في الاجتماع أمس هو الموقف الذي كانت قد أعلنت عنه القيادة الفلسطينية يوم 19.05 من العام الجاري والذي اعتبرت فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية هي في حل من كل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعتها مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية وهذا يعني أن المرحلة الانتقالية بكل ما حملته من تبعات والتزامات لم تعد ملزمة لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية وهذه نقطة الارتكاز الأساسية التي تشكل قاعدة إجماع عند كل الفصائل العمل الوطني والإسلامي التي اجتمعت أمس وبالتالي الجميع مقتنع أن المرحلة الآن هي مرحلة الانتقال من السلطة إلى الدولة هي مرحلة المواجهة مع الاحتلال المرحلة الآن هي ليس فقط لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية التي هي منكون أساسي من مكونات الخطة الأمريكية التصفوية ولكن الموضوع الأساسي بالنسبة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشيء الأساسي المتفق عليه أيضا فيما بيننا أنه عملية السلطة هو عنوان واحد وهذا العنوان هو مؤتمر دولي للسلام على قاعدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة بالقضية الفلسطينية وأن هذا هو الخيار الوحيد والمتاح والمقبول بالنسبة لنا كفلسطينيين وأن أيضا خيار المقاومة الشعبية بكل أشكالها في مواجهة الاحتلال هو خيار وأداة من أدوات المقاومة في مواجهة الاحتلال والاستيطان وسياسة الضم الإسرائيلية الأمريكية بدون شك هذه العناصر والمكونات الأساسية بتشكل برنامج عمل وطني سياسي موحد لكل القوى السياسية الفلسطينية سواء كانت هذه القوى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو القوى الإسلامية حركتين حماس والجهاد الإسلامي لغاية اللحظة الراهنة نعتقد أنه سيشكل هذا الاجتماع مدخل مهم من أجل الزهاب قدما باتجاه إنهاء الانقسام وإزالة أسباب هذه الانقسام والعودة للبحث طيب بكتور أحمد قبل أن نذهب إلى النقطة المتعلقة بالانقسام تحدثت عن المقاومة والمواجهة وأنكم في حل من كافة الاتفاقات وفقا لما قاله سابقا سيد محمود عباس أبو ماذن كيف يترجم ذلك على أرض الوقع ما هي شكل المقاومة التي تتحدث عن أهلية المقاومة المسلحة وفقا لمنهج حركة المقاومة الإسلامية حماس وغيرها من الحركات المسلحة ما هي المقاومة التي تتحدث عنها حيث أنكم الآن وفقا لما تقول وفقا لما قاله محمود عباس أبو ماذن سابقا في حل من الاتفاقات بينكم وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموقف الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس باسم اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية في يوم 19.05 هو له ما قبله وله ما بعده ما قبله المرحلة الانتقالية كما أشرت بكل ما حملته من تداعيات وكل ما حملته من التزامات بالنسبة لنا قد انتهت وعندما قلنا انتهت يعني إحنا أوقفنا كل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي وفي مقدمة التنسيق الأمني والعلاقات والتنسيق المدني وأيضا الاتفاق باريس الاقتصادي الذي نحن اليوم من هذا الشهر الخامس على التوالي لم نستلم أموال المقاصة وهي أموال فلسطينية وحقنا لكن هذه الأموال هي حصيلة هذا الاتفاق الذي نعتبره قد انتهى بالنسبة لنا أما فيما يتعلق بأشكال المقاومة هذا الموضوع متفق عليه مع حركة حماس ليس من أمس هذا الأمر موضوع متفق عليه من جلسات الحوار الوطني في القاهرة ومتفق أن المقاومة الشعبية هي الأسلوب الذي تعتمد الحركة الوطنية في مواجهتها للاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في واقع الأمر هي تطبق هذا الأسلوب منذ سنوات وأوقفت العمليات المسلحة وأوقفت القصف بالصواريخ وتستخدم أشكال ووسائل الحقيقة ليست المسلحة وإحنا لما نتفق على استراتيجية عمل سياسية واحدة وعلى أدوات كفاحية أيضا هذا يشمل الجميع وليس فرضا من أحد على أحد وإنما هو نتيجة التوافق الوطني وهو كما أشرت قبل قليل ليس بجديد أمس جرت تأكيد على أشكال وأساليب النظل في إطار المقاومة الشعبية والمقاطعة ودعم حركات المقاطعة داخل فلسطين وخارجها وكل الأشكال الكفاحية التي يخوضها شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم المهرجان الشعبي الكبير الذي عقد على أراضي قرية ترمس دكتور أحمد اسمح لي بمقاطعتك أريد أن أذهب بك إلى النقطة المتعلقة بهذا العدد من الدول هناك حديث عن ليس فقط الإمارات هناك حديث عن البحرين وغيرها من الدول وكان هناك إعلان ثم صحب للإعلان أو ربما نفي من جانب دولة السودان بينما رئيس وزراء دولة الاحتلال يتحدث عن أن البرهان يحث أو يؤكد على ضرورة تحسين العلاقات كيف تتعاملون مع هذه الغرولة وما هي خطتكم لاستعادة محيطكم العربي الداعم للقضية الفلسطينية؟ يعني الحقيقة قبل ما أحكي عن البلدان التي أعلنت دعمها للإعلان السلاسي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي هناك بلدان لها علاقات منذ فترة طويلة كما هو الحال مع عمان وعمان أكدت على لسان ورزير خارجيتها في اتصال هاتفي أن عمان ليست في وارد الزهاب لتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الآخر الخليجي هو مملكة البحرين والتي أعلنت أيضا تأييدها ودعمها للاتفاق السلاسي لكن لم تحدد ولم نسمع منهم لليوم أنهم زاهبون بإطار اتفاق أيضا مع إسرائيل فيما يتصل بالسودان نحن نعرف أن هناك إشكالية داخلية في الحكم بالسودان ولا نريد التدخل في الشأن الداخلي السوداني كما أننا لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية لكن ندرك تماما أن في مجلس الحكم والحكومة السودانية هناك تباين في الموقف اتجاه العلاقة مع إسرائيل وهذا التباين له علاقة في الوعودات المقدمة كانت من الإمارات وغيرها لحكام السودان بأن العلاقة مع مصر سوف تساعد في رفع العقوبات عن السودان سواء العقوبات الأمريكية أو العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع نحن نعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع خلافي داخلي داخل الحكومة السودانية ونحن لا نتدخل في الشأن الداخلي السوداني لكن إذا ما السودان قررت أن تأخذ نفس الموقف الذي أخذته الإمارات سينسحب ذات الموقف الذي أعلناه اتجاه الإمارات سوف ينسحب على السودان لكن ما أعلن عنه وزير الخارجي السوداني أمس بالواقع كان رسالة تطمين للقيادة الفلسطينية أن هذا الموضوع ليس مطروحا للبحث في السودان ونحن نعرف أن مجلس الحكم في السودان بما في ذلك الحكومة هم خلال الشهرين القادمين تنتهي المدة الانتقالية وهم راحين لمرحلة أخرى ربما لانتخابات وترتيبات أخرى في الوضع الداخلي في السودان لكن هذه البلدان التي معروف لدينا التي كان لديها الاستعداد للزهاب لخطوات ليست تطبيعية وإنما لا توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل نعم طيب دكتور أحمد كيف تعلق على موقف جامعة الدول العربية حتى هذه اللحظة ومجلس التعاون الخالجي هذا الصمت المتعلق بالمؤسسات الدولية والعربية أولا نعتقد أن الموقف الأمين العام للجامعة العربية وعدم استجابته للمطلب الفلسطيني بدعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد هو تهرب من مسؤولياته لأن ما حدث هو الحقيقة أمر كبير جدا ضرب النظام الرسمي العربي وضرب أيضا لم يعد هناك إجماع عربي قاعدة الإجماع العربي هي قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية هي بالأصل مبادرة سعودية وافقت عليها القمة العربية عام 2000 في بيروت وكل القمم العربية منذ ذلك التاريخ إلى الآن يعني منذ عشرين عاما إلى الآن كل القمم العربية المتتالية تؤكد على التزامها بموادرة السلام العربية أمين عام الجامعة العربية عندما يتخلى عن مسؤولياته ومسؤولياته بالأساس هي تطبيق القرارات والحفاظ عليها عندما يتخلى عن مسؤولياته نحن نعتقد أنه ليس جديرا بالمنصب الذي هو عليه ونقترح عليه أن يقدم استقالته ويترك هذا المنصب لغيره وبوضوع شديد نقول أن النظام الرسمي العربي إذا استمر بهذه الحالة لن يكون موجودا والجامعة العربية لن تستطيع عقد أي اجتماع بدون إجماع عربي وبدون أيضا فلسطين أصلا الجامعة العربية انشأت من أجل فلسطين ومن أجل مواجهة العدو الإسرائيلي وعندما تتخلى الجامعة العربية عن مسؤولياتها وعن ميثاقها المؤسس نحن نعتقد أن هذه الجامعة وصيغة العمل العربي المشترك والإجماع العربي الذي وجهت له ضربة وسكوت الأمين العام عن هذا الخرق الفاضح للإجماع العربي بما في ذلك الدول التي أيدت هذا الموقف نحن نعتقد أن هذا الأمر من شأنه أن يضرب مصداقية الجامعة العربية وجديتها ويهدد أيضا بقاءها كمؤسسة ناظمة للعلاقات العربية العربية ونحن نعتقد أن النظام الرسمي العربي منذ سنوات يعاني من تهتك واهتراء وانقسام وصراعات مختلفة اليوم ربما هذه الخطوة الإماراتية التي تمت بموافقة أطراف عربية أيضا مختلفة نعتقد أن ربما قد أطلقت رصاصة الرحمة على الجامعة العربية نعم شكرا جزيلا دكتور أحمد المجدلاني كنت معنا مباشرة من نعم الله وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية شكرا جزيلا لك أقالت وزارة الخارجية السودانية سفير حيدر شكرا جزيلا لك